اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومتابعة للأعمال قدر ميام مع الفريق البداية بالشخصية اللي تواصل توجيه الرسائل غير مباشرة بعد ما كان احكاه منذ ايام تقريبا كيفية زوجته حاولت تفرض في المنزل اللباس الصيفي يزيد اكدنا مرة اخرى اللي هو حافظ على مبادئ والسيطرة في الدار ويجينا بفاست اخرى كوير ونظرية مسيطرة تسقط في الماء تعرف الفاست كوير مع الشمس تولي اسخانة يا اخي ولكن انا يعني مصر اصران انواصل الاشتاء والحمد لله هاو سدي محمد ما خليتيش نسلم عليك ونسلم على السيدة المستمعين وعلى احبابي زملاء الفريق وزميلة الفريق خذه الليمونية اخذلك باشتك بالليمون يعني ذكرنا في العسران والبريق يعني والحمد لله يعني اسمعت اخبارنا يعني انا عشاني قليل ان شاء الله يعني يكون خير هو انو المعهد الوطني الارصادي الجوي يعني يقول لنا انو يعني يوم اثنين افريد يعني يوم الاحد ان شاء الله بعد غدوة يعني يفهمه تقلوبات جوية وفهمه نزول غيتي نافع ان شاء الله الامطار يعني لانو يعني حالتنا حليلة لحقيقة متعبة متعبة والله متعبة ان شاء الله يا ربي وحتركمنا ونحنا نعانن في درطير يعني قاس ان شاء الله ربي يرحمنا ويريثنا للاخبار الاولية تقولte impersonati يا ربي يغزر النابعين الرحمة الجمعة الداخلة لكلها حسنين بيش تقولنا ان شاء الله وقرنت تلاعها السائب وقرنت زوجتك لحبة لبسك سوف اولا Aa يعني في تنقلاتها وتقلبات الفصول أو الدخول من فصل إلى فصل يعني يزم الواحد يكون حذر جداً جداً في تبديل اللباس خداش من قطع حسنين تلبس تقريباً؟ وين؟ في السجوة أخي اللي نلقى وقدامي نلبسه، شاعات نجيك بلباس النوم، طوالا تريكل برحب التبيه والله ما شاء الله عليك حسنين، واليوم ماني كل جاي كل جون دي آخر الأسبوع مواتيك حسنين، منك انت عدا ديريكتمال، ثورية العمري، ثورية مرحباً أهلاً وسهلاً عسليمانيس لكل، إن شاء الله نكونوا كل عادة خفيف ضل نلقاوه المعلومة، نلقاوه الجو، نلقاوه الضحكة، نلقاوه نلقاوه ليمون اليوم، إينا مش تدور على صحافي شربة لكل اليوم؟ بما أني اليوم ليمونة كبيرة، دورك، فميخ، أشوف ليمونه يعني تحتها روز تحتها يعني الروز، تحتها يعني الروز، الروز ما تحبش تناحي البلوزون الكوير؟ ما نحبش بالحقا، خاطر حاصتها هي جديدة تحب تقعد لابسها؟ لا، جديمة برشا بالحقا، حاصتها جديدة؟ لا والله، لا والله، أنت اللي تهم أول مرة شبيك شيء في المعاملة مع المرأة؟ شو هي؟ أنا مرأة، هذي مش مرأة، هذي زميلة الآن، حدود الزمانة، شنية مرأة؟ نتعديه للرئيس، قال له أستاذ طارق العليمي، رئيس، مرحبا؟ محمد، أهلا وسهلا، مرحبا بيك، مرحبا باللخين كل، مرحبا بالزمينة الليمونية، هكا سيح مرحبا بالأنيق دائم المتجدد الشاب الكاتب شاب حسن هو قالت كبتن ومعاش تقول لي، قالت قل لي اللاعب الوطني ولا اللاعب السابق، فقد تحب حتى اللغة تكون لغة عربية مرة غير متساة، بديوئي والجي، فيما خارج الألفاة ببالتالي نحب إن نحيي الناس كل الشخص يتفرجون فينا اليوم، اليسموا فينا اليوم، إن شاء الله جمعة مباركة، إن شاء الله يوم ثامن من أيام سيدي رمضان تيسع، 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 إن شاء الله يكون بالبركة، وبالخير وبالسعادة، وخاصة بالعمل، نعود نقوله عنه ويكانت نرتيحوا فيه أما بالله ما نقيدوش كل شيء على سيدorerمدان ما نقيدوش البيرو مسكر على سيدorerمدان وما نقيدوش في عوض مذيه ساعة ونص ولا يخرج نصف ونال ونصف وما نقيدوش في عوض الوامن عبداء والله يرى والعشرة رأوا سيدرمدان العمل شرخه دمى سيدرمدان ساداتنا القدامة رأوا tätä هوزه فيه الرمح والسيف وجهدوا فيه وفتحه فيه وقدمه فيه وعملوا فيه وبالتالي سيدرمدان عبادة صحيح ولكنه عمل وابتسامة وعطاء ورب يتم معلينا أيامته بالخير والسعادة العجينة اللي خليتها تخمرين العجينة داخلها في العمل لديك كيفية والبيتزا ميني بيتزاة اليوم عشي يا أنا محنيت أنا ننزمني ندريج فارك دريج شاعة أولا يعني ميني بيتزاة بيتزاة أعود لي اسم الوشب ميني بيتزاة يستحيل يقبل واحد يشوق فضل بميني بيتزاة نهاره مقود نهاره مذكوب نهاره مذكوب ثم الفورق تابقية مادام ثورية عراو شو ميني بيتزاة قدستتكلم ناس مش خالط على بريكا وصحي العجة وطرف شربة أرحمها أرحمها ليمونة معنا بالفريق الكبتر الروائي الشيخ والروحاني الصبور الأنيق خالد علي مرحبا أنيق ربي يفضل عيتيب رضوي حاجة الأول حانوت بمسويق حانوت بمسويق حاجة ثانية محمد حبيت نحكي على حاجة اليوم في تونس سيركولاسيون مش مهم تسلم لعلى المستمعين لأصحاب لا سلمت على المستمعين وسلمت على الأصحاب صلى عيتيب سلمك هو على عيتيب محمد محمد اليوم الحاجة في تونس جاوزك مرة أخرى الحاجة لتدوغ في تونس تاني مرة حاجة ثانية مرة أخرى حاجة ثانية مرة أخرى ساعاتي تجي في بلاسة يا محمد أي دوواء أشي عمل يخرج يحب يدوبل يسكر على الفوالي من غادي في روم بوان يجي في عوذ يستنع تتعدى الكراهب يقف ميخليش الكراهب الكل تتعدى آخر مرة تعديت حسن واحد واقف في بلاسة يحسن كنترا كيفاش واقف أنا دم يبارد قلت له أخويا إن شاء الله مبروك خليش نايا خليش ناو مبروك خلوه ده قلت له خليت الكييس فونت كوميرسيخ ورحمد بابو ولا يضعكو خلت له بجي أربي حتى احترم العباة حتى في الوقف أربي خالد بربي سويل زيت العدد السكاني في تون الزيت تحست العاصمة تعبات برشة ولا أنت الدور برشة خالد تعبات فما حاجة محمد قل لي أي تعباتها خطر عندي لقبنها بتزيده لك خبير في النمو الديمغرافي تعبات برشة بالكراهب ليه محمد قبل حتى الكراهب كثرة تقبل بين السيري والسيري نقعدوا نستنعوا فيه مدة محمد اليوم السيريات والليت فيسا فيسا قبل كانت في الحومة كاربا بركة طلق ما شاء الله توقع جاراجك أنت برك سبعة ده ثمانية 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 لأحدى كوليكسيون حسنين اللي يقول فيها الحكاية الاكتظار خاصة في رمضان والله مشكلة المشكلة في تونس يعني كأنه عندنا خيال جامد ما يقترحش مختلحات خلاق مثلاً يعني لماذا التوقيت الإداري مثلاً علش كله والناس كل يعني يعني نمطيين يعني اللي يخدم في الباك كم اللي يخدم في التعليم كم اللي يخدم في كده علش ما يتحركش التوقيت بما يجعل الطرقات تخف أكثر سبليس للموظفيني يعني واحد يدخل لعشرة متاع أصباح والاخر يدخل نصف نهار وفما يناس تخدم في الليل علش ما يخدموش بالليل فما في السيري رمضان ريدارة الإدارة يزو ما تخدم بالليل علش الإدارة هذية يعني متكلسة هكذا معنا تنطلع مضمون بعد شخص الفترة ناجم نطلع ولمشي الباك نجبي دفلوس رد بالك قالونا عبر الانترنت يوسف شادر مضمون يظل ما يخدمش يمكن كان صبرنا على يوسف شادر وسار هذي الناجم نعمل الحمد لله منكرهتني في الموضوع ما ذاك يعمل حاجة يناجم أعمل حاجة مفيدة كي يوسف الشاهدة ما ناجم ماذا يخرب قلت مضمون قلت بلدية قلت مشي نجبي دفلوس في البانكة في الليل ترجع فيك الوعود يوسف الشاهدة هذا الوعود ما نسيت عنده الوعود بصراحة كالشخصة ذاك وكن يمروا لكل للأسف يا للأسف بصراحة يعني ستكون سيتذكر التاريخ أنه مروا واتركوا ما هو معيب وما هو ميهين شخصية تونسية كان صبرنا على يرى وتعدينا يمكن كان صبرنا على يرى وقاحة أعطي على الودي القروي يا ودي شوه ما هو يعطيك الأزقة ديما يعود لك نفس نفس الأسألة أما خلني أخبر عندي حسن ليه عندي وقت تشنشينة ليه مش مهمة عندي وقت تشنشينة عندي تشنشينة 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 وقيت الربح كما كل يوم يستطيع فيكم مع سيرفيماكس تشنشينة اليوم تقول ايا سيدي على شيء أكبر من البرميل وفي لحظة يقتل كثير وإذا نزيدوه نقطة يولي تير سهل نعاود على شيء أكبر من البرميل وفي لحظة يقتل كثير وإذا نزيدوه نقطة يولي تير تم الناس اللي تسمعوا فينا تنجموا تدخلوا تلقاو تشنشينة على صفحة راديو إيافام على الباج فيسبوك ولا على الباج سيرفيماكس كما تنجموا تكلمونا على 31 ثلاثمائة وثمانين ألف مش تلعبوا معنا على أنشاك كدهو بقيمة مئة دينار فاصل صغير ورجعين من الاربعة لستة انت العشية الدوامة بلوس محمد الخميسي على إيافام أحلى راديو إيافام أحلى راديو مرحبا بكم من جديد ناس كلي قاعدين تسمعوا فينا أرجعني لكم الأستاذ الرئيس طارق العليمي الخبير في النمو الديمغرافي خالد علي التويت الرئيس تحرير السابق ملقيت لك تسمية جديدة مالو رزمع مالو رزمع مالو رزمع رئيس تحرير السابق شابخ والله يا رحم منو حكا كوش رئيس تحرير السابخ والله يا رحم والله يعجبني الرحمة بالحياة ربي رحمنا الكل ولا يمونة الفريق الثرياء العمري والله يا محمد علي يتير واحد مد الزين قبل تخلي يقرأ في المكتب يا أخي المعلم قال لي ما عطيهني حيوان يتير قالوا الفيل صفق له جان مفقد خلو كيفيش خلو ما خيري تلفيرو انتي رأنا باسل تانيو المخرج كان لقديمة خالف حيا حيا انا مضحك انا محبش نقول له قديمة باش ما يعني ايما لا جات في بلاستك لا لا ها هيت جديد من كان لأ مرة في الافتار ومرة في السيام اذا جديد البلاس اللي احكي هنو في الافتار البلاس اللي احكي فيه في الافتار تنسيه هيت جديد هيت جديد عطفا على كلام سيدي حسن على اساس التوقيت الاداري في تونس ثم مشكلة اخرى عميقة هي تناسب التوقيت الاداري مع التوقيت المدرسي في العادي كيفيش انتي تخرج الناس لاربع متاع العشاء ولا نهار تلاربع تخرجهم نصف نهار وتخلي الوالد والوالدة متاع ونهار تلاربع يخدم دوبل سيانس يعني لازم واحد منهم يتغيب الشد الولايات وقال لهو لازم يخرج الخمسة يغادر الخمسة ولا يبدأ في مؤسسة خاصة لازم يغادر الستة ولا الستة ونصف ولا السبعة وانتي تجي الولايات يغادر لا ربع نحكيه على الابنائنا بناتنا ولادنا اللي لازمك تمشي تهزوا للمكتب وتعاوه تراجعوا من المكتب بالتالي لابد من التفكير بالحق خاطر اللي خطط كيب ده قاعد في بيرو كلي ما تيزيه في الصيف وشوفيه في الشتاء وقاعد يخطط ما ينجمش يعرف الروبون اللي بشيري قلها هل أنا تستوعب الاكتظاظ متاع الكراب وانا لا لازمك تكون ولد الميدان بش نجم تفهم لازمك يتخطط تعرف وقتاش تقنية الوقت المدرسي وتقن الوقت الإدارية ذك عليش ندعي الناس كل اللي خطوا انه ما يخططش بورقة واستيل ولا بيسيه وقاعد في بيرو يهبط الميدان يسمع العباد يشوف ومبعد يعطينا آراء شكرا لي كل استير ترقل علي من بعد شوية عنا بوا ممتازة مع ترقل علي من اليوم توبريف نحكيه على الفقيد المرحوم عمر العبيدين بعد شوية نحكيه عليه خمسة سنوات خمسة سنوات عفوا على الرحيل وتوت سويت التلفزاجات مع اياب الغايب وراجعينا اي جميعا مرحبا بكم في التلفزاجات لحقيقة احسن حاجة سارت في برنامجنا في رمضان هو انه روزدنا عنصر نسائي على قل يعطي شوية رقة شوية اونوثة شوية كل محلوط راه ويني لونوثة تصديق تسالت اينا شكرا موت بالشر وبالعطش بالميكلة يا اي 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 شوف شوف هي روى الونوثة معتش في المنطق لونوثة كتلقى مراع عندها ثقة في روحها وخاصة في ايجاباتها اي اعطيني الاسم احمد حنبر ابنه حنبر ابنه حنبر تراهز دي تركز شوية ظهر لي شن رده مالك ابنه انا يا كابتن يا خالد تدخل انت على الاقل نعرف عندك معلومات في الدين متحشمنيش ربيش قال ما رضاء الله الا بريضاء الوالدين كما رضاوش عليك برشد الصفغات لا امل معناه لا امل وين هادي يا كابتن وين ما تقوليش في اهري بشاطر اينا دي ما رسع محتي شنية تواجهين نعملو في برنيمج ولا جييني في تيويسي حسن تراه دخل انت معايا نعرفك زيدا في الدين لحقيقة بدون ما ندخلو في سيدي خلوض سيدي خلوض اي استرنا ربيك يخرجت خلوض المرة هذي وكملنا هكا بتركيز متاعك راول هيكات تبع فينا وحي فيك تركيزك يا جيمز بوند الاعلام العالم ايا زيد رو بش نحكي معاكم في الدين ما اكثر حاجة شدتني بيرح في مسلسل فلوجة هي استح قد يطلع عندو فيدا بفي بنيش بيه الطفلة تليبس وتشتح فسطح الاخر يصلي ويدعي فسطح لحقيقة احنا استح دارنا ما نطلعولو كيمش نشر ولا حويش ولا بعض ما نفسو بشتيبش نجدو القصعنت على البربق تيزيو من الاستحمار الناس موها بك هو يزيو من استبلاح الناس تي ليه عادي تي مهذب من حبوش نكملو وانتي منرفز لو انو منرفز هي الحالة العادية متاعك اما ماذي بينا هكا تكملنا بدعوية خير لينا للاعلم لا خير لا فيكم لا في الوراكم ولا في من يدعمكم شكرا تارق حنيشي شكرا ايه بالغاية بالتالف زاجيات انا انا هتدرو فما كان شوية مشكل في السوت ما خلل يعني يخرج من يدينا شكرا لكم الفريق لكن الكونتوني يغطي الحقيقة مش فازة هي الشوية اللي صار في السوت هكا ولا ايه كان متميز الحقيقة ايه وبتلت اليوم التالف زاجيات هي ثورية العمري ونوثة وصديقتي كيف 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 ونوثة ايه مدام ايه موجودة ممتاز ايوه فريق انا فرحانة وحبيت نبرتجي معاكم اخبار ريسر محله ان شاء الله خير فرحانة لينا في بالي بروحي لينا عندي انفليونس على سيختين مون بغا في الانستغرام اما مش تكون عندي انفليونس على الشيخ عادل العلمي الحقيقة ما تصورتيش بتكون بالسرعة ديك عندك كثير على الشيخ عادل العلمي بيسور انت سحب بالبرنامج البرنامج اه لبراح بعد كلمنا ايه ان انسحبوا من البرنامج دريك دريك تكملنا احنا منا ام وابت استاتشو من هنا تبروخ ذي برايك بيانسور وفرحانة اللي انا اقنعته ايوه هو صحيح يأثر علي اما انت فرحانة اللي اين نزل نأثر عليها شان ورايك سيحسن فعباخرة يأثروا على بعض شان ورايك فعباخرة تقصد فيها سيريور لا مش من كل هنوه سيريور يعني شون التخاتر يعني بينك وبين العالم يعني يبريك اللوف هذي الاخبار اللي نفرح اما انا ومش نسمع الفتاوي متاعوا تو انا عندي مشكلة وينش نتفرج ومش نسمع يمشيلو الخذار ما وقالك يمشي لابسة حواجك تمشيش يا كاية ومعني واحد يعني يترسلنا مشكلة في سيد الشيخ يغني الشيطان بالليموني ما عادش هو خذار عم حسن ما عادش مالشانو ولا لا شيخ شيخ تشنيه شيخ تشنيه شيخ لباز جامعة الزيتونة سيد محمد رأوا يعني عنده دلالة يعني للمراتب والمنازل العلمية صحيح مثلا كي يلبس واحد جبة وكشتة وعمامة والجبة ضلي فيها يعني اقمار وشموس يعني في وجهاتها مرتبة هذيك مرتبة علمية كي ضلي عنده قادش من شمس يعني في جبتها قادش من نجمة هذيك يعني يعني يدلوا على منزلته العلمية لوه يطلع بالجبة ولو كشتر من الزيتونة تشنيه شيخ هاوا عرب قادش dificه ما بتطلعش عن الناس الكل سامحني في الجبة والعمامة ما بتطلعش عن الناس الكل لا تقلع voilàeven ليا يعني اللي هو موة اي tax يعني مع الحب تحكي عن الإمprochen من الجهة ذوقية قد لي عنده القبول. الرجلة ذكا سبحان الله ربي اعطاه قبول. من نعرف ذوقك انا من نعرف ذوقك الليموني. صحي. انا اخي. ايه يا اخي. يعني ذوق هذه ما ليه ذوقها متخذرة. ربي سبحانه يارف انه يعطي القبول. كبره جزال والي واحد باع احترام من الجزالين والخذارين والباعة للتريق العام. باي وي مش نسمع فتاوية هنا تاو. وي مش نسمع فتاوية تفتق ده. في التريق العام. جاوبوني ماذا بي زر يهبط ستاتوي يعلمني وبرك الله فيه ومشكورت. شو رايك ستارك. بايش بالضبط. مع ماذا به يهبط ستاتوي. اي لا. هو قريت. هو ما عندوش انستقرام. مع والله العظيم الشيخ عدل. سابقوا انستقرام. اتفضل. اتفضل. اقريت قريت ستاتوي اللي يقول رايو فيه انه معاك اخر في البرنامج. ذيفنا على كيفنا. ذيفنا على كيفنا مع زميلة العزيزة ميسا. كما قلت. هو موجود. هذا اللي حابيت نطرح ونتساوي. هل انه اليوم من المقبول. اه. على مستوى الفتوى في حد ذاته. على مستوى الطريقة. على مستوى جلباب المفتي او الشيخ او رجل الدين. انه رجل الدين يخرج من جلبابه الاعلامي العادي. اللي هو بالنسبة لنا ببرنامج السؤال والجوال والافتاء. مش يكون في البرنامج المنوعاتي. حتى الهناء مثلا. انا 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 بشي تجيب انتي في الدوامة. بشيكون افسر رائع متاعي. اي 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 احتراما لجلال. انا بشي تجيب في الشيخ العربي. يا اخو وقته في كل 15 دقيقة. عشي تجيب في السؤال والجواب. لكن احتراما في الشخص. في الصفة. في الجبة. في العباية متاع الشيخ. مش بيجتسل وتقول له والله يا رأيك الفني في المسلسل الفلتاني. او المغنية الفلانية. او اللاعب الفلتاني. او ارضية الميدان. او نلعب قبل شرق الفتر. ولا بعد شرق الفتر. لا لا. بعيدا على الاشخاص. انا احكي لك المبدأ العامل. انا في الحضور الاعلامي. خاصة انا حكي تربيط نقول سادتنا نقوله سيدي نحنا. هذه هي الطربي الصحيحة الاسلامية التونسية انك تقدر كبير وتكبر بيه. سيد الشيخ مرتبته هو اللي يقوله انا نمشي بيه. مدام انه عقلي قبلوا واستساغوا. لابد ان يكون زادة في الموقع واللباس والاطارة المكاني والزماني الذي يناسب سيد الشيخ. خالد بشي خالي عليك بلاستو عدل العلمي في التلبزة. اثر على ثورية برش. اي. خيرتش الخمار امتيحها فورايا ربي هو مش عادة انا اسمان ياو ربي انا متعرفش علي اراه متعرفش علي عادل العلمي اي؟ يعني نحن في الثورة العلمي اي من جيهتك ذه اللي نعويسكم بعض ايك ذه اللي يبن جيهتك اي؟ اي من جيهتين اي من جيهت طو نبدلها الجيهة اسماني اذا سيدي شنو يعني من اللي جيت الثورة دي جابتلنا الانواع دي الطرق العلمي وكان يعمل كل شسم شسم عادل العلمي اي هذا شعادل العلمي يعني من اللي جيت الثورة وهو كل رمضان يعملينها فوفعة او مرة هابط يعني بقلك يعني سيار يدخل للقاوي يدخل يشاغب بالناس رجل يعني متهور رجل يعني همجي في سلوكه يعوذوا بالله من هالنوع هل يمثل فيه اي شتي مام مجتمعي؟ ما يمثل حد شيء ولكن يقنع الداعش يمزوه الدول الداعش مباشرة يحطوه في دول الداعش طيب يا القومور شو يمثل يمثل ماذا؟ يمثل البهامة قال يلابسة كاشر هكهو هادي كهو كي احكي باسم الدين مين اشا انا دين الدين تبروه هو اهنو هالنوع هالانواع هذيه مايشناش الاخوانجيه جاه هجموا علينا هالنوعية هذي بيقنع فلك مش لكلهم مش لكلهم اينا الحقيقة يقنع عني فما حاجات مش مش لديكلاراسيون يخطيعو الكل بوغ ادخو انات ليه عم احسن مش نبديه واضحين هو يخطئ ويصيب حت انتي تخطي وتمشي اما هو يقنع زيدا يا ثورية راو العبيدة ذوم التكفيريين تيربي فرعون اشقال الموس اذهب الى فرعون انه تغى فقل له قوله اللي عشان يه تي فرعون فرعون قاله قوله كلام احلو يعني ديما راو ماذا بينا الناس يريتوا اللي يجيب احذانا اللي بعد محليه كلمه بسيط ويخلط للقلب شيخ العربي شيخ العربي فم عبادة يما يبعدوا في العبادة على الاسلاء حتى عادل كلمه بينا مش كينشتراو فيه هكا في نحترم رأيك هني قلت يخطئ ويصيب ومش كل شي هو يبنع فيه اما حاجات اليوم نهابت صنداج في الانستغرام نشوف شكون بور وشكون كنتر مش البهاية مش البهاية مش البهاية اما الانواع كنتي التخافر يعني هشة رديئة اللي يجمها العلمي ان شاء الله انا نحترمت انا البهاية يقول كيف بهاية قلت لك اللي قلت لك اللي عندهم عقليات ونفسيات يعني معنا لقدة يعني يصلح بهم يفتح سيتار يفتح سيتار فقط بما ان انا حكينا على الشيخ عادلالمي اكثر من المرة كل حد عطاه رأيه يعني ملا هو حق تدخل كان يحب يدخل بشي وضح ماذا بيه ما يدخلش ماذا بيه يدخل ماذا بيه ماذا بيه ماذا بيه ماذا بيه نخرج ساعة ساعة من الخاص الى العام في المنبر الاعلامي التونسي الاذاعي والتلفزي السؤال اللي نترحو هل انه يقبل انه رجل دين يكون موجود في منبر متداخل بيستلقى فنان ومحامي وطبيب وكوارجي وانا نخليوه في ما هو مؤهل له ماذا نقعد مع رجل الدين المرة هذه ليس رجل الدين بسيغة الرسمية نحكي عن الفكسيون ظهور نظال السعدي في مسلسل فلوجة في ثوب رجل الدين المتدين والبرح في ملقطة اللي تحكي عليها برشة وهو تجويد او ترتيل نظال السعدي لبعض الايات من القرآن الكريم ماذا نسمى مع بعضنا نظال في طريقته للترتيل ثم نقرأ وتفاعل نظال اشنا وقال على السوت اللي اسمعنيه هل هو او مش هوهه بالتدوين على انستغرامه هنسمى بعضنا البعض من اللي قالوا نظال السعدي ثم رجعين قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء انتم الا ديريكتو مو بعد الحلقة هذي بعد ظهور السوت هذي نظال السعدي هبت على الانستغرام تاوي يقول اللي اسمعتوها ذاك سوتي قعد شهر نوفمبر كيما نتعلم في التجويد والترتيل باش ننجم نقرأ القرآن بالصحيح نشكر الشيخ سعبد الواحد إبام جامعة الأحمدي بالمرسى ونشكر إبراهيم الرياحي على السوت الخدمة على السوت واسمعت الترتيل خلت وياتي هجبك طريقة بارك الله علي أنا الولايدي عجبني نحبه محمد عاتيني الترتيل الترتيل عجبني برشا محمد أصاب فيه وانه واحد يكون في جو ويرجع للقرآن ويرطل القرآن اذاك ما شاء الله علي لحقيقة من اجتهد وأصاب فله أجر ومن اجتهد ولم يوصب فله أجر واحد هنا نشوف الهنين يظال اجتهد ولم يوصد معناها لم يقنعني في الصوت لحقيقة خطر القرآن يلزموا ساعة صوت صوت مزيين معناتها بش يمكن كان عايتو العادل العلمي خير هاي واه زينا من عادل قفلنا مع عاد أما الحقيقة معناتها أنا جو تخوف نظال السعدي ما نحب بش نقول يقعد فيج الباب أبيه سواديزان الغال اللي هو قاعد يمثل فيه هو أبدع في ولد موفي دافك والد الحومة موتورات جو سيبا في الشيخ موتورية فما كل واحد يقراه على ورش قانون فما برشة قراءات في القرآن فمتكي فيش هذي يقرأ قراءة أصحيح لا ما قلتش غالتا قلت اجتهده معنى تقراه قراءه هو تعلم وهبط هذالكله معنى تهبطه هو دونه في انستغرام اللي هو سنت وتفين نرمال مش فيش معنى مش فيش معنى مش فيشدك خيب رغبي معنتها ويقرأ كيكا عالعمياني معنى تظاهر لي هو قراء للصوت صوت مقنعنيش معنى فميش ترتيل كتقلي كان قاعد في الثوب اللي ديمة فيه هوني نقول لك يولي عاود فيه روحه ويزينم النظال في الثوبة ذاك خلي بجد دخل ناجح فيه مدى مناجح حسنين فيه سابش انت عاديولتو بريف معتا انا احييه نظر الساعدي لانه في الحوار تونس يزيد قليل عليها ايه مدى مع الحوار ناجم كانت احيي ناجم كانت احيي اولا يعني الممثل الممثل والممثل من خصاله ومن طبيعة يعني دوره التمثيلي انه يحسن ادوار متعددة يعني معناها وهو سيدة ضيط برك الله عليه جسد وحضور وكذا وكذا وليناه يرقص ويحسن الرقص ويحسن الغناه في الرقص والتنشيط يعني فهلاوي فهلاوي الشيخ متعال الاراق اقنعك في اله مش اقنعني انا بالنسبة لي اكي ممثل وهو فسرنا قائلا افضيته شارا كاملا اريد اتدرب على هذا الموضوع اشهر يعني الممثل يعني ذكي ونبيه هي استطيع يعني يخطف ويتعلم لانه شنيا في القرآنة دي فم بكري في جمعة زيتونة هي فم علم القراءات كيف تقرأ النص القرآني وترتيله ايوه وانا على كل حال ما اسمع فيها وذكرت يعني حذرت حسنين في جلسات حذرت في جلسات تحرف القرآنة طبعا حذرت ايوه 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 من تسع سنين القديش من تسع سنين القديش تصلي تسع سنين نص طبعا يعني وبلغت وصلنا الرجدي فيعني الرجدة دايم هوش رجدي الرجدة دايم مش بالجدي بالجدي يعني تبلبلت يعني رجدي والتقرق رجدي والعقيدة ما تفهمها وبعد نمشي والله يا حسنين نحبك نبعد نحبك تحكيلي بعد على جلسات الملة هكك تتسمى كانت تقبل في جمعة سبحان الله وغيره انا في باب الفلة هبك تحكيلي عليهم شوية ايوه ودنسيت هب الله يا اختاني من الموضوع دي ما ليش حجة في هذا ايوه اما لكن يعني قراءاته قراءة نظال السادي تذكرني بقراءة الهجم الحامدي محمد الهجم الحامدي تسمع شي بيه هاولا الهالكل يفتح يا اخوي هاو مرة يا اخويك الهجم الحامدي مالغراب سوت له بعد الضورة صاحبي هو سيحورا ما مستحيل ما يقول هكش مستحيل يعني سوت له يعني هو انسان يدبر في رأسه ربي عينه هاو مرة يخطف من اليمن هاو هكا اليمن الفقيرة يحبت له هاش محامدي يهريها بال يعني يشبهها يا اخوي مرة يحبت للسعودية هاو ما يرتغش على السعودية يقلب الواحد هاو مرة على نظام التونسي هاو ضد نظام التونسي وخذي ما قاد في المجلس شو دي العقيدة القاعدة الشعبية يجابلنا ابراهيم القصص وتقلب عليه ابراهيم القصص ومن بعد ابراهيم القصص ولا يدخل البوتات في عهد الباجي والباجي بدي يطري في ابراهيم القصص واتخذت موضوع مهم جدا نحكيه على تاريخ مهم في ذاكرة جماهير النادي الافريقي في ذاكرة جماهير الرياضة التونسية ككل في ذاكرة كل تونسي وخاصة لدي عائلة فقيد الكرة التونسية وفقيد النادي الافريقي عمر العبيدي خمسة سنوات مع تارك العليمي بالضبط محمد تبريف اليوم هي تذكير تذكير بشهيد الملاعب التونسية شهيد الرياضة التونسية لانه عمر العبيدي وقت لدخل الملعب رادس نهر 31 مارس 2018 كان شاب تونسي محب للنادي الافريقي وقت لي ملقناش عمر العبيدي وتبين انه قتل عمر العبيدي اصبح فقيد تونس فقيد الرياضة التونسية وفقيد كل الجماهير التونسية ما نجح فيه على اقل وهو عند الرفيق الاعلى انه يوحد صفوف ما نجم حتى واحدة وحدة في تونس انك توحد صفوف بالوان متعصبة كل واحد يحب الفريق متاعه لكن في ذكرى عمر العبيدي تلقى كل الالوان تجتمع حول عمر العبيدي مهما كان احمر وبيض احمر وصفر لتوال ساس كل جماهير تونس من شمال البلاد الى جنوبها الاو تتوحد في ذكرى الشاب المواطن الانسان شهيد الملاعب عمر العبيدي اليوم خمسة سنوات على فقدان عمر العبيدي ولكن خمسة سنوات دون عدالة قضائية الى اليوم في حق عمر العبيدي اصدر الحكم ذا هاليا اصدر حكم ابتدائي عامين عامين ايوه ما فيهوش نفاء ايوه وهو محل استقنافة والناس تبحث على الحقيقة في ملف عمر العبيدي رجعلك بعجلة باش الناس تفهموا الوضعية انه عمر العبيدي اقتطعت تذكرة استاد متاعه بشا الملعب رادس بش يتفرش في مبارات النادي الافريقي مبعد ملقناش عمر العبيدي تبين انه عمر العبيدي نعاود نقول كان تحت وطأة جريمة قتل قتل عمد او غير العمد من زينا هذا هو تم تكيفه بانه قتل على وجه الخطأ بالرغم انه كل ما هو موجود في الملف يؤدي الى غير هذا التكيف لكن عمر العبيدي اللي هو نهارة 31 مارس 2018 ما دخلت جلسته الى الدائرة الجنحية لانه تم تجنيح الملف كان البعد هو من اجل جيني تم تجنيح الملف ما دخلت الجلسة كان بعد 4 سنوات بش القضاء المجلسي في الدائرة الجنحية للمحكمة الابتدائية بابن عروس جلس على الملف هذي ثم في الجلسة ما قبل الاخيرة وقته المتهمين دخلوا للجلسة واللي كان موجود غادي ينجم يسمع بوذنه شنو معناها كبدة ام تبكي شنو معناها ام عمر العبيدي وقت اللي كانت موجودة غادي وبعد اربعة سنوات ارات المجتبه فاهمة والمضنون فاهمة والمتهمين بعينها وقته تسمع الكبدة تتكلم اللي مسمعش ام عمر العبيدي مسمعش كبدة تتكلم بعد هذا يفاجأ الجميع بتجنيح الملف ثم الحكم اللي كان صادر واللي هو اليوم محل طعن بالاستناف المستلح فسر هو انه تجنيح الملف جنحة؟ لانه طلبات من الول كانت من اجل انه يكون الافعال هذية يقع تكييفها كجينية تم تجنيحها اعتبارها جنحة ثم اصدار احكام مخففة هي محل الاستناف المبدأ العام اللي الناس كلت قسمته سواء عائلة عمر العبيدي محامين عائلة عمر العبيدي او المحامين بتاع الجمعيات اللي قاموا بمطالب قيام بالحق الشخصي هو انه نوصله لعدالة موش ليتشفي موش انك بيش تحط العباد في الحبس موش انك بيش تحاسب مؤسس لا لعدالة ولترسيخ علاقة قانونية بين رجل الامن في الملعب وبين الجمهور كيما الجمهور وقت يغلط يتحاسبوا عنده نصوص يتحاسب عليهم كيما المسؤول على التأمين وهو الامن كي يغلط عنده نصوص يتحاسب عليهم هذا هو كنه ومربط الفرس في ملف عمر العبيدي هو العدالة ليه بش نعرفوا عليش وكيفاش ثم هو تأسيس للقادم في علاقة محترمة بين مواطن وبين رجل الامن لانه نختملك رجل الامن اللي موجود غادي نجم يكون الجمهور فيه خوه ابوه وولد عمه والجمهور دي من هنا هو غدوه هو غدوه يتفرج بيش بيش تأسس اذا بيش تأسس اولا الى عدالة قضائية تعطيني رغبة في المصالحة رغبة في الاصلاح ورغبة لسن نص قانوني يتلقى مع المرحلة حكي تلك قبل لو نعاود بش نختملك بها اليوم النص الذي ينظم عملية التدخل لفضل التجمهورات هو نص عام كيما تدخل قدام الوسرح البلدي كيما تدخل قدام اليافير كيما تدخل قدام استاذ هو نص من عام 64 نحكيه على اصلاح المنظومة القانونية التونسية هو نص قديم رحم الله عمر العبيدي ربي صبر امه وابوه وعيلته رسالة لهم اليوم يبحثوا على الحقيقة ما ينجموش يقولك بيته مازالت كيما هي هو كان يجحي اليوم رأوا نجح في البكالوريا ورأوا موجود على مقاعد الكليات ويقولك نحب حق والدي يذر والنجم نقولها تارك بكل تواضع من اكثر الحلقات اللي فرحت بهم في حياتي في الباركور هذا الصغير اللي عملته في البنتال في زورة ديو حلقة فيها امه ابوه عمر العبيدي لأحياء ذكرى عمر العبيدي الرابعة ذهلي كان من يشغالت بعد الحلقة بالضبط يتصلوا بيهم للجهات القذائية قولونا مش نفتحوا ملف بصورة استعجالية بعد الحلقة بالضبط يعني الحلقة تعادت باللحد نهار 3 كان الاتصال وتم تعجيل نظر في الملف وكل فمرة اخرى ثيقتنا في القذاء ان شاء الله يسمعوا الكلام هذي ان شاء الله يوصل انهم يغزروا لدر عمر خليه ذر حقه بشي بردوا لانك انت قاعد تناقش في ملف شخصي اسمه عمر العبيدي لكن تبني عليه على ملف يهم الشباب التونسي يهم منشئات الرياضية يهم العلاقة الامنية بالجماهير من عمر العبيدي اللي رب يرحمه هو توفي منزلة خير من منزلتنا نحنا نبني عليه لمصالحة وطنية رياضية بين الجماهير الرياضية والامنية نختم لكم قول مساج الام وبو عمر اعتبرونا ولو انما نجموش نوصل مرتبة امكم ابنائكم لان العائلة هذي كان فقدت كبدة ان شاء الله نجمو نكونو في مرتبة الابن ليكم رب يرحمو يصبركم من نجمش نتعدى ما غير معقولة الله يرحمو محمد الله يرحمو يناعم الله يرحمو وهاشتاك تعلم عهم لليوم موجودة رب يعلم عمر العبيدي وعلى وجه الخطاء عدالة على وجه الخطاء راول جماهير مبدعة في تونس صحيح كيف يشهدين يا راول رب طوعي الشيط انتوا ما ندمعنا عمر والد الفيرى شاء الله في الجنة ندعي و له بالرحمة فقبره يدهنى بلد غبينا ما عندك ما تستنى شبوحا تقول خير تقيقا عنا يا القاضي قلبين الحق ملينا كلام الفاضي دغرتها مرثوب حبك وربي راضي خير الكرفة اللي تداوي لي امراضي حرب السيستم كي ما درنا في الماضي عندما تبدأ جمهير كرة القدم في التعبير على الكلم اللي سات من جمش يخرج ربي يرحم عمر العبيد ربي يصبر عائلته وربي يظهر حقه فازل صغير ورجعي انتم تسمعوا في الدولة بلوس سبيسيال لونزان محمد الخمزي على ايا فهم احلى غجو ايا فهم احلى راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا ارجعني لكم وفكركم وقيت الربح يستنى فيكم كل يوم مع السيرفي ماكس نلعبوا على انشاك كادو بقيمة 100 دينار ايا سيدي مفكر بتشنشين امتاع اليوم تشنشين تليوم تقول على شي اكبر من البرميل وفي لحظة يقتل لكثير واذا نزيدوه نقطة يولي تير صديقنا ياسين مش جبل الاحمر معنا بالتليفون ياسين مرحبا مرحبا سي محمد عسلامة يا خل ياسيدي اشرقت الانوار منين في الجبل قل يا حبيبي هاي زيتين حمد المرش هاي زيتين حمد المرش يا عيني عليك ياسيدي اسمع انتسلم معك ابنور يا عم احسن بالكوير ابنور ربي يبارك فيك وينور خوي ان شاء الله ينظرك مبروك ولا نحفوك يا عم احسن بربي عندو شعبية عم احسن بحذيك هكا فالخوم ولا عدو شعبية ولا عدو شعبية بش بالله احمر الحمدولله بلا ما عشت بلا ما عشت تقول هذية باش ما ياخذونيش الحساد بالعين خالد روما يا عبوز انا نحز لكو اخو يا ياسين نسلم عليك وبالمناسبة نسلم على اقوى هريسلوز بحذيك غديك نسلم على بو فارس اللي القدام شوية خارج عيد التونسي سي تقدم شوية تلقى مكرم يا اخويا والامور تعمل S66 كيف نسلم عليك يا صديقي التشنشينا اثاليوم ونلعبو على انشك كدو بقيمة مئة دينار سمعت تشنشينا؟ سمعت 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 النظف ونحط الدنيا الكلي بيهين مئة دينار تاوى على الكيف يكون وكانت جاوبني صحية على شيء اكبر من البرميل وفي لحظة يقتل الكثير واذا نزيدوه نقطة يولي تير الاجابة هيا حسب ما عرفت دبابك اني زيدوه نقطة وليه ذو بيه بطير حسب ما الله عزيز حسب ما عرفتك ولا فهمش كون طالب ممتئ ممتئ حسب ما عرفتك حسب ما عرفتك حسب تكتيك شوي ويسقط السيسبانس في المهم يا سيدي مبروك عليك ألجك تدوب قيمة مائة دينار مبروك مبروك عن مبيك عايشك اخوي شاية طيبة شربي يا اخوي اشياء طيبة ومبروك عليك نسلم عليك ونسلم عليك كل المستمعين في الجبل الأحمر سيرفي ماكس كل يوم كما جررت العادة والعوايد أتربحكم مائة دينار حسنين نحكيش محتوى سياسة بعد مستوى عندنا معاك في حكاية حسنين ولا ناخذوا تاوه حكاية حسنين ناخذوا ياонов ناخده تو حكاية. ممتازة ليلة حكاية اليوم ممتازة. الامام الاعظم ابو حنيفة. ما شاء الله ريتك جبت مجلد من الاوراق. اه صحيح. ليه مش مش تقرام الكل بعد. مانيش حمل اقرام الكل يهود. ايه ايه. سنتقايق عنده. ايوه. بارك الله فيك ذكرتين ايه. باي لأما سمعني. اخوالي تنتخل في خط تحريري طريق. يا ودي هذه اما تتفافة. تسمى. تسمى بالدرجة التونسية تتفافة. هي مستندة على صديقة مع الرئيس يسترقل على ايه مفهم استقويا. يا ودي اتخلوا اااااااااا ودينايا لا اشتقوى. مش ناتذي تصلي اشتقوى الا بربي سبحانه الله ولله. في مقتل اغي في مقتل. اما عدد ذلك والله. ربي مع الزوالي. ونعمة بالله. يا ربي مع الزوالي. باش كون تفكرك الجملة. ربي مع الزوالي. اه شكرا. ستة دقايق بدي ويونقصوا. ايه. تنتجي. ايت حسنين. اشتركوا في القناة 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 or but فخم ضخم جلباب كبير وفوق راسه يعني عمامة خضراء طويلة الفوق هذا اللي نذكره بالجامعة وفي الجامعة هذا يعني يمشيونه أجوه الشيعة هو أبو حنيفة كان يعني قريب من أهل من آلي علي ابن أبي طالب وجاء مع زياد بن علي في صراعاته ولذا يعني كيمات يعني في في حكم جعفر المنصور أبو جعفر المنصور قالوا ما تدفنوني شي في أرض يعني 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 تحت سلطة أبو جعفر المنصور دفنوني في بلان سبعين بعيد علي إذن دفنوه في بغداد في الكاذمية في الكاذب هذية في الأعظمية ولد الأعظمية 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 وجاه يعني منه الأعظمية أو الكاذمية والله يمتوى يعني اختلت عليه إنما لأنو نذكري لك من المسجد الضيا قلت لك يعني يجوبهم الأموات الشيعية يجيبوهم في نعوش يجيبوهم في نعوش من جهات بعيدة ويزورهم في المسجد أضاي قبل ما يدفنوهم يدولوا بهم في المسجد يجيبوهم جهات بعيدة هذي تقوس الدفن عندهم هذي عندهم تقوس الدفن وعندهم يعني في جهة المقام متاع الكاذم إمام الكاذم ميوار الإمام الكاذب عندهم يعني أموات يرموا الأموات يا أخي فروسك التراب وهي القبة متاع الجامعة ذاية قبة ذهب تخزرها من بعيد ذهبية ويعني لما كانت الإمام عند الشعاء زد كل هدم الذهب ما عنده معنى هو حتى الخبة يعني متاع الخدس يعني جامعة الخدس يعني في بيت المقدس يعني يدعي بالذهب ويعني أنا والله العظيم وعندي مسجلة ساعتها لنلقى واحد يعني طويل لك يعني كأنه سقر العرب وخشمه يعني معقف معقوف وكذا ولا حيل ويدعي هكذا يعامل قاعد الخلصة ويدعي يدعي على شكون يدعي تصوره ولا سجل يدعي على عثمان وعلى عمر وابو بك يا رب يدمرهم يا رب يدخلهم لك البرايس الخايب وبرغ في جهنم يا رب هجمه يعني حاجة من وراء الأقل كل أحقاد اللي يريد هنا 28 يعني 1988 وجاء يعني الإمام متاع الجامعة ذايا والوفد التونسي وانا من ضمنهم ما العرش تكون معايا ساعتها ومجموعة أدباء نحن مشينا للمربط في 88 ويعني عمل بنا فسحة في الجامعة وعرفنا على منابله ومن ضمن الأشياء التي لا أنساها أبدا من تلك الواقعة هزنا البراسة في الجامعة موجود فيها شجرة الشرفاء الشجرة الشريفة شجرة آل البيت يقضل في الغربة صدام حسين شكرا وفجأة في احد الغصوني من الشجرة لقيت بناط مان لا لقيت صدام حسين اوه هيدم صدام حسين تسلسل من شجرة ساعدنا عليه واناسبوه للشيعة هو سني كمانعلم جميعا هل التقيت صدام حسين؟ هذا السؤال قال هو المتابع لكن انا ملتقتوش وبرشة ناس التقاوا في ذلك الوقت ولد احمد دلمصف المزغني راوك الخنيسي الميدالي بمصر نايا يعني تافا تافا شكون تافا تافا ما نايا مع المعلم شكون ها؟ شكون اللي تافا نايا تافا تافا ما يهزونيش صدام حسين هزوا الكبرات صدام حسين نايا تافا ما نشعروا الاشياء على كتب تحاسوا كمسخوط كمسخوط يعني ما اتخبطوا كذلك الوقت فاهمتني انما صدام حسين هو سني قلت له كيف نصيبه لكي يعني يكون فيه معناه يعني فيه اجماع من قبل الشيعة والسنة حول صدام حسين وذي يعني هالشجرة ذا والشجرة الانسابي عندنا نحنا في الامة العربية كلها أنا اتصوره انها شجرة مشكوك فيها وكلها فجوات وكلها انتحالات وكلها زيف مع العالم انهارين تالي تقول شجرة انتاك تنتدم الاندلس نحن عندنا شجرة نحن شجرة معاوية نحن شجرة معاوية لسيدي معاوية الشارف هو جد وعننا شجرة معاوية والأشراف قلت له ما تجيش إلاه نحن راو الأشراف أظنية تسلسلون من نسلي سيدنا علي وفاطمة الزهرة وراو علي ومعاوية كانوا عندهم مشاكل كبيرة مع بعضهم البعض وانا كي قلت لك لما داي القرية قريب يرجموني بالحجار قريب يرجموني بالحجار وان شاء الله ما يسمعونيش تول حسنين شكرا لك من أجلها أبو حنيفة نحبك تحكيلي على أبو حنيف خاطر ممتاز الفقر والله ما حضر لك حاجة جميل ان شاء الله يخليك حسنين نهارفني إن شاء الله انت الكويز تعليو وشو مش تحتينا في الويكاند باي فقدت على الدعالي كان يحكي فيه فيديو سلتني البارح فيديو سادم نوعا ما نعتبره المعتمر تونسي من أمام بيت الله الكريم في الكعبة أثناء أداء مناسك العمرة قاعد يدعي ما نحبش نقول الاسم مباشرة لكن بصنية على الأعمال الرمضانية وقناة الحيواء يدعي بسامي الفهري يا سيد شكونوا هان معتمر تونسي من أمام الكعبة وفيديو سادم عمل برشا بارتاج على السوشيال ميديا معتمر اي معتمر من أمام الكعبة أثناء دي المناسك العمرة متاعو يعني حل الفيديو ويقول ويسب ويذم ولا هم أدمر وأها أفعل كله بالشر كله بالشر يا لطيف يا لطيف لطفه بره ومعنت واحد كيرا الكعبة أنا الحمد لله يا ربي كرمني ربي ومشيت وعملت عمرة والله معنتها بش توصل تدعي بالشر وانتي في بيت ربي راه يمكن اينا هكا نراه ولا اينا هكا حصيت الاحساس اللي حصيته وانا اللي اينا ندعي ونقول يا ربي ارزق كل مومن وخلي كل إنسان معنتها أي إنسان ماذا به يزور بيت ربي هذي اللي وصلت ومعنتها ودعيته وفرج علينا ورزقنا ورزقنا وأحساس كيفاش كان ثورية ثورية أحساس كيفاش كان دوب ماريت الكعبة وبكيت انا شوف ونقول لك حكاية التوا والله اللي اينا للتوا كيني حلمت عدات لو لا أكب بعض الصور اللي اينا التقتهم بالتاني فهم وثقتهم اقسم بالله مروحة في الثنية احنا وصلنا ماضي ساعة ونص متعليل خرجنا من غادي ستة متع الصباح عملنا عمراء والصفاء والمروى وشربنا وخرجنا مع انتا تك تك ما زدناش وقت كان مش هيك الكلو موثق كأنها لم تكن حسنين سيد محمد الدعاء لله سبحانه وتعالى يتم يعني اذي كان الفرق مش في صلاة جمال يتم بينه وبين الرفس اي انسان يشد الكاميرا ويصور روحه في بيت مك وفي بيت واحد المفروض يعني السعودية يعني تحاسبه يعني تتباعه فما قرر بالمنع مش بمنع هذي سيدة اللي عمل العملية هذي هذا مجرم اجرم في حق الكعبة واجرم في حق الاماكن المخلصة واجرم في حق الكاميرا هاي العم ايه يلعب هو ككاية ناس هذي هذي هلهمش هلهمشين الجذول في العمرة وشدي يسوي الروح ويدعي الناس هذي مش يدعي الرب هذي يدعي الناس هذي يعمل في الفيش بوك في العمرة ايه خال محمد فما قصة فما زوز نسيب الحق حصن نكروا بعظهم وروم شاول العمرة واحدة مرضت والاخرة تليت بها كيروحوا الحق فرحانين في تونس بارك الله وفيك كيفاش عملت معها خاطر من عباش تموت في مك شكرا لك خالد هاي ناخذوا فاصل ساعتنا ثاني نحكي فيها شوية سيسا نحكي وعلى التسريح حامل هميمي نحكي وزيد اسبور مواجهة التراجي غدوة وايضا قرار غريب من الجامعة الفرنسية لكورة القدم في علاقة بشهر رمضان وسيام فاصل الاخبار وراجعين مازلتوا تسمعوا في الدوامة بلوس محمد الخميسي على ايفام احلى غاديو